ومن ضمنها كرة اليد الاتحاد المصري كرة اليد بيحدد معاده السوبر السوبر الاهلي والزمالك اللي حيكون في الفجيرة الاماراتية يوم 9 ديسمبر القادم ان شاء الله واكد الاتحاد انه حيتم تغريم اي نادي قرر الانسحاب من بطولة السوبر المصري 3 مليون جنيه في حال الانسحاب بعد الموافقة على المشاركة في البطولة والاهلي حامل لقب الدوري والكياس في الموسم الماضي مع الزمالك وصيف الدوري في الموسم الماضي والمباراة في افتتاح الصالة الجديدة المغطاة في الفجيرة بالامارات 9 ديسمبر ان شاء الله حتى السوبر اليد بره ده كويس بص في جملة مهمة جدا اتقالت في الكلام ده قالك ان الانسحاب بعد الموافقة على الاشتراك غرم 3 3 مليون جنيه الجملة دي معناه ايه انت لما تقول هاشترك وده اعتذر يبقى انسحاب لكن لو اعتذرت قبل يعني وجوه تقليك الدعف اعتذرت ده مش انسحاب اه اعتذرت بجيه لما ايه واحد يقولك اللي قال انسحاب من كسر ربطة لا هو اعتذر لكن لو قال مشترك واتحطت القرعة ويبقى ده انسحاب فالماتشاط اللي انت خدت فيها شعوط واصبح لك وجود فعلي اذا ما لعبتاش تبقى منسح لكن اصلا انت المصابقة لما تشارك فيها يبقى انت معتذر ده كلام مهم جدا